اشتركوا في القناة بالجديد الذي وفتنا به شركة إيكون وعلى جهازيها الإيرون بأنواعه الثلاثة وجهاز أيضا جهاز الويغو الجديد اليوم هو تحديد جديد يحمل النسخة 1.9.47 بتاريخ 17 جوان 2020 الجديد هناك العديد من الميزات من أبرزها أنه تم اختفاء كل للانشر أيضا قاموا بتحسين الإشارة خاصة مع الترددات الضعيفة لاحظنا أيضا أن هناك سرعة كبيرة في فتح القنوات أيضا أصبحت أن هناك إمكانية تغيير مكان الأقمار وإخفائها حيث كان الجميع ينتظرون هذه الميزة كثيرا أيضا كان هناك تحسين للترجمة فأصبحت الترجمة أكثر إتقانا وأكثر فهما أيضا أصبح هناك أيضا تحديث بالنسبة للتقص وأصبح بإمكانية كنترى لمدة عشر أيام أيضا تم هناك تحديث نسخة جديدة من تطبيق الجوغو اي بي تيفي حيث تحمل النسخة ماي تيفي أولاين النسخة 2.0 كل هذا وهناك الجديد أيضا وهو بلاغين جديد وهو بلاغين تي أنتي بلاغين تي أنتي يمكنك من تشغيل هذه القنوات قنوات تي أنتي الفرنسية بدون أنترنات فقط عن طريق هذا البلاغين على قمر الأسترا وأيضا على قمر الأوتلسات الذي يحمل الرقم أو درجة 5.0 لإشارة فقط هذه الإضافة جديدة على هذا الجهاز وفي الحقيقة هي مسبوقة وسبقها جهاز قبل ذلك قرابة عام وهو الجهاز الثنك سلايد رأينا أن هناك أيضا جهاز جزائري قام بفتح هذه القنوات منذ أكثر من سنة ومنذ صدور هذا الجهاز فقط لإشارة لأن رأيت كثير من الإخوة يقولون أن هذا حصري على الإيكون لكنه ليس كذلك لكن على كل حال يشكر فريق الإيكون على هذه الإضافة الآن هذه الصور لبعض هذه التحديث هذه هي القنوات التي يمكنكم تشتغل عليها قنوات أمام أمسيس قنوات تيافة والعديد من القنوات سأضع لكم رابط تحميل لرابط تحميل التحديث أقول لمن لا يمكنه أن يقوم بتحميل التحديث من الجهاز هذه الإضافة التي تكلمت عليها وإضافة بإمكانك أن تقوم بواسطها من تعديل من تعديل الأقمار وترتيبهم كما تريد وهذه هي صور لتحديث إضافة وبلاغين التقس على هذا الجهاز كان هذا هو كل هذا الجديد لهذا اليوم بحول الله تعالى إن أنكنني أن أقوم باستعمال الجهاز أمامكم وأضع فيديو توضيحي مع الجهاز والتلفاز سأضعه وسأفعل ذلك بحول الله تعالى إذن كان معكم أحمد السلاج وإلى لقاء آخر بحول الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة